بيع موبايلك أصلح صف بمدرستك حملة أطلقها عدد من سكان مدينة الصدر ببغداد وشارك فيها أهالي التلاميذ الذين كانوا أيضا يرتادون هذه المدارس المستهدفة للترميم في وقت سابق الحملة انطلقت بالتعاون مع جمعية الود للرعاية النفسية والأسرية ومديرية تربية الرصافة الثالثة وابتدأت مدرسة الرسول الأعظم الابتدائي اتخرجت من يمه بالثمانينات وحاليا أطفالي يدرسون بي وأيضا الأطفال الأيتام في البيت العراق العام لابداء أيضا يدرسون هنا فحزب نفسي أن يكون وضعية الدار في هذا الشكل فقررت أن أتخلى عن موبايلي مقابل أن أصلح صف يقعد بي ابني مرتاح وتقدر المعلمة تدرس بطريقة أفضل وأحسن من أن تكون بصوف مثل هذا الصف تخيلوا أن يأتي التلاميذ والأساتذة يوم الأحد المقبل ليجدوا الصفوف بهذا الشكل لا أستطيع أن أكتم فرحتي وأنا أعمل على تحسينها بمشاركة عدد من الأصدقاء هكذا تحدث أحد المشاركين الأجواء التي رافقت المتطوعين وصفها بعضهم بالممتعة والمملوء بالأمل حيث دفعت أحدهم بالغناء لأصدقائه وهم يعملون موسيقى موسيقى المبادرة على جميع المدارسة خصوصا في المناطق الشعبية كي يتمكن أبناؤهم من الجلوس في صفوف دراسية مريحة تساعدهم على الاتمام أكثر بالتعلم نسويها مفاجأة للطالب أنه الطالب بيوم الخميس يروح للبيت يترك صفه هو بهالصورة هاية بعدين يجي يوم الأحد يقصف جديد يمكن حتى يصير لفد دافعا يقدم الأفضل بالمدرسة حبيت أن أشارك بيها لأنا شفت الصفة أنا مو مثل قبل فحبيت أن أشارك بيها واشتغلنا بدينه ونوات كلها من يومنا والحمد لله والشكر مبادرة برغم بساطتها إلا أنها ستدخل السرور إلى قلوب أبناء هذه المدينة وستعمق العلاقة التي تربطهم بمدرستهم التي تخرجت منها أجيال كثيرة كان لها أثر كبير داخل المجتمع موفق مجيد الحرة بغداد